طيب نجل الغازات والانتفاخات في البط ودي حدوه تكبيرة جدا والمشكلة زي بقولك أن كل نقطة عايزة أقولها تاخد لها حلقة تمام؟ وإن كانت موجودة في كتاب زي ما قلنا قبل كده أعراض وأمراض من عرضك أقولك مرضك طيب تعالوا نقولها إيه قصة الغازات الغازات دي ساعات تبقى غازات من غير ريحة وحشة وساعات تبقى غازات بريحة وحشة عشان كده بقولكو الموضوع عايز يعنيه طبعا ثاني أكسيد الكابريت هو اللي بيطلع الريحة الوحشة من الغازات اللي في البط وساعات العين يقولك أنا بسمعك أركبة أصوات طبل على بطني لما يطبل أو أصوات طبل حتى طلعة وهكذا الغازات دي أكل مش مهدوم كويس بداية أو هوى دخل من البق على غير الطريق المعتاد عشان كده في طريقة للرسول صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ إنه يعب المقعب بيمص المياه اتنين كان يتنفس بين الشربة والشربة يعني ياخد ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم بين الشرب الأول وبعدين راحة يتنفس فيها وبعدين الشرب التاني وبعدين الشرب الثالث فده بيعوق خالص إنه يبقى فيه غازات لما نشرب بالطريقة المحمدية السليمة صلى الله عليه وسلم طيب إيه تاني بقى؟ الحاجات المهمة جداً الناس اللي بتشرب سجاير حد يقول لي طب الراجل بيشرب سجاير وسجاير بتدخل على الرأة وإنت عمل يا دكتور حسين تقول بطلوا سجاير والسجاير والرأة ما هو فيه جزء منها بيدخل على النفس في المعدة فيملحيز فيعمل القصة دي وتوصل للقولون ايه تاني؟ قل بقوليات كلت فول كلت بيض كلت محشي زنبك على جنبك شو قل لك الراجل ده أكل كروم بما تقعدش جنبه كمام؟ فيبقى الفول والعطس بسلة الفصولية اللي بيسمها بقوليات خدنا زمان في المدرسة زاية الفلقتين كلتهم اتحمل أزاهم بيطلعوا غزاية بس طيب الست النصحة جوزها بيحب لإيه؟ العطس تروح مكترة كبور مطحون تغرق الأكل كمون بيمتص الغزاية ويخلي ما فيش غزاية كتير طيب على البيض ترش لو جوزها بيحب ده الكمون المطحون زي الدقة وبعدها تجيب لك باية حاجة من اتنين يا بابونك وده موجود في الصيدالة على أية الكياس زي الشاي الليبتون كده يا إما نعناع كوبات نعناع بعد الأكل يبقى بابونك وإيه؟ ونعناع يضيعوا الغازات طيب تخلمنا عن الغازات طبعا فيه من الأدوية عندنا اللي هو أقراص الفحر واحد